في عام 2077 كانت البشرية قد سيطرت على الفضاء الخارجي كانت هناك مستعمرات بشرية على الكواكب الأخرى وكانت الرحلات الفضائية شائعة كان هناك رائد فضاء يدعى أحمد كان يقود مهمة استكشافية إلى كوكب جديد كان أحمد رائد فضاء متمرساً وكان لديه خبرة في استكشاف الكواكب الأخرى وصل أحمد وطاقمه إلى الكوكب الجديد وبدأوا في استكشافه وجدوا أن الكوكب كان صالحاً للسكن وكان مليئاً بالحياة سرعان ما اكتشف أحمد وطاقمه أن الكوكب كان موطناً لحضارة فضائية كانت الحضارة الفضائية متقدمة تقنياً وكان لديها ثقافة غنية استقبلت الحضارة الفضائية أحمد وطاقمه بترحاب ساعدتهم الحضارة الفضائية على تعلم ثقافتهم وتقنياتهم قضى أحمد وطاقمه عدة أشهر في دراسة الحضارة الفضائية تعلموا الكثير عن ثقافتهم وتقنياتهم وأصبحوا أصدقاء مع بعض أفراد الحضارة الفضائية كان أحمد وطاقمه متحمسين لاكتشاف حضارة فضائية أخرى كانوا يعلمون أن هذا كان حدثاً مهماً في تاريخ البشرية في النهاية كان على أحمد وطاقمه العودة إلى الأرض كانوا حزينين للعودة إلى المنزل لكنهم كانوا أيضاً سعداء لمشاركة اكتشافاتهم مع البشرية عاد أحمد وطاقمه إلى الأرض وبدأوا في مشاركة اكتشافاتهم مع العالم أثار اكتشافهم ضجة كبيرة وساعد في تغيير نظرة البشرية إلى الكون أصبح أحمد بطلاً قومياً وكان ينظر إليه على أنه رائد فضاء رائد كان يعلم أن اكتشافه كان مهماً وأنه كان ممتناً لكونه جزءاً منه